بين جدران المنزل القديم وسط دمشق القديمة تصدر العمل اليدوي المشهد بهدف دعم المرأة السورية وإبراز دورها الفاعل في المجتمع هو الهدف الذي انطلق منه بازار المحبة حبينا نعمل هذا البازار لحتى نفرج كل العالم أنه سوريا رجعت بخير والعيد عندنا ما بيخلص الميلاد محبة ونحن سمينا بازار المحبة لأنه جايين على ميلاد مثل ما يسوع خلق بمغارة وكان فيه أعلام كتير بالفترة اللي هو خلق فيها كمان سوريا خلقت مثله بولادة جديدة وبمحبة جديدة لكل الناس والنسوان كلهم السيدات عم نشاركونا مبسوطين حبينا نشارك بشوكولات شوكولات شغلنا وحتى الشمع كمان شغلنا نحن حبينا نعمل شي لهدول الأخوة بذات بهالوقت هذا الحمد لله بعد ما الله عطانا السلام ومنع علينا بالراحة حبينا نشارك ونعمل شي لهالأشخاص هدولي لأنه هن بحاجة لهالشي هاته حبينا نشارك بهالبازار الحلوية اللي هو هيك قبل الكريسماس فيه لما حلوة أكيد العالم كل آياته جاي وعم بتشارك هنا لحتى تاخذ الاحتياجات اللي بداها قبل عيد الميلاد الأقبال الحمد لله جيد جداً يعني كثير حلو ونشكر ست إيمان على هالمكان الرائع كثير حلو يعطيكم ألف عافية منتجات حملت بصمة عدداً من سيدات المشاركات من مختلف المحافظات السورية فالمرأة عبر سنوات الحرب استطاعت عبر العمل اليدوي أن تكون الداعمة الأساسي لعائلتها ومجتمعها